EFM SporMax حمزة المغيربي يلعب الزو السرق على تفادي النزول أسمعته الصحفي قال كان كصحفي وكمتتبع مع أنت الشأن الجزائري وقال كيف كيف مع أنت أنا كمحب للفريق شابة القبائل الأهم هو البقاء في الدرجة الأولى الجزائري أهم حتى من المباراة هذه بيه خلنا نحكي واحنا من الكوتيم تعالى للتراجل هذه التونسي نحكيه فنيا كوتش شون المطلوب من التراجل هذه التونسي في مباراة كما هكو مباراة ربع نهائي الأكيد ما لقريب مع أنت خلنا نقول السياسيون اللي تعادى بها الفريق الجزائري لكن مش باش تكون سهلة مش باش تكون سهلة كالكسواة في الجزائر وإلا مش بلا مباراة للعودة أكيد مش باش تكون سهلة ولا تعاطي الإعلامي أو تعاطي سمينا التشويش نعرفوه ما ذو ما كنت شون أكيد يعني ذو ما السنسوبيم خاصة يقول لكن نطيح شوي الضغط على الفريق متاعي باش نخليه مع أنتا يدخل المباراة يقولوا داخل في الربع خارج من الخسار تتفي وخاصة في التعامل مع الأخوة المصريين يعني يمكن أكثر من الأخوة الزيرية بروفيسيونيل أكيد أكيد أنا رأى أنه الإسبرانس الحاجة التي تتعاملها في الإسبرانس هو أنا رأى فيها شخصيا بالتعامل نبيل مالول اللي قاعد يتعامل به فوق الميدان هو تعامل سيغلو لانترم ما معنى؟ يعني الفريق في الشمبيزيزيك يجب أن تلوج التوازن أكثر شيء تكون ثقيل يمكن أن تبسكول الكوتي ديفنسي أكثر منه على الكوتي أوفنسي خاصة أن دي بلاسما نبيل في دي سيون في ديميل أونز كان عنده وسط ميدان يشارك به في التنقلات وسط ميدان يشارك به في تونس يعني بالنسبة لهو الفيلوزوفية أو لزيدي دي جون متركزين عن التوازن وفي بعض الأحيان التعاطي الدفاعي أكثر منه تعاطي هجومي كيف هذا الموجود التوازش؟ هذا هو الموجود نفس الشيء اللي يخدم به هنا في ديميل أونز قاعد يخدم به وشفنا حتى على مستوى التعامل مع الفرق شفناها في مبارات المريخ السوداني تغييرات كانت تغييرات في وسط الميدان حتى تحدث أكثر ما يمكن توازن في الملعب هذا الفكرة هذه رأي مش بعض الأحيان في أغلب الأحيان خاصة شفناها حتى في الشمس ليغ الأوروبية تعطي أكلا مع مدريد مع فرق الفرق لتعطي أكثر جانب هجومي يمكن ما تقاش الكالكول متاحها لذلك نرى التعامل اللي قاعد يقوم بهنا بالمعلوم يكمل يكون في مباراة جي اس كا مباراة جي اس كا سور اللي كيب متاع القبيل قبل مباراة العودة في تورس تصعاب الأمور نظمن أقل هدف العين المكان مشي يحمل ويخليهم مساحات شفنا مباراة تعامل مثلا مباراة بالمزداد متاع الإسپيرانس سواء في اللي سواء في رتور كان فما صبر فوق الملعب كان فما تعامل دفاعي إيجابي نعتبره إيجابي وذلك في الأخير خلق ديستيارسيان أوفنسيف للإسپيرانس ماتش لالي سدغلت الإسپيرانس إن ستيارسيان وروحة فايزة ماتش رتور جيوا لإسطيارسيان أوفنسيف لكن ما سدغلتهم لكن أنا رأى أنه لبلان دي جو أو لزيدي دي جو أو التعامل مع بولات الذهاب واضحة في أذهان اللاعبين من خلال دوري المجموعات أو من خلال الفلسفة متاع المدرب اللي هو أخذها الوقت بشي عاد يمررها لللاعبين رأى أنه الإسپيرانس أكيد بشي خمم أنه الكاليفيكاسيان تتلعب على دو ماتش لكن البرمي ماتش سي تريز امبرتون للدوزيان ماتش سواء يبقى شوط أول معناتها أكيد يبقى شوط أول لكن الشوط الأول يجب أن يكون فاعل للشوط الثاني نبدأ لا يجب أن نغطي المتاح واضح نعين كنا هنا حمزة وقلنا لو كان تشير اختيارات ثلاثة فرق قلت أنا وتذكر قلت أنا أنت يحمى ملو جديد بعد سيمبا و بعد الأهلي لليزيان لقبي لقبي شابت لقبي لقبي عندها مدى ما عنداش الإمكانيات لذي تخول معناها بشتاق قدم التراجي سيمبا اللي بعيد والرزنامة الكارثية اللي نشوفو فيها وحسن التعامل نبي المعلوم مع اللي في اللي عنده ثم الآلي خبرة الآلي ورجوها الآلي في المقابلة الثالثة خاصة المرباح فات ثلاثة وشوفنا معناها ضغط الجماهير نعبية معناها كانت في نهار المباراة ذاية حمزة معناها مباراة آلي وبعض جير روتور في تونس مباراة لازم الترجية التونسي تستغر الفرص اللي بشي جي غاديك تستغر خاصة المساحات اللي بشي تغليها شابت لقبي كيما قاد سيشي هيب غر نحن سهل كبار أكثر نايم عم شمشي يدافع الترجية تونس ما تتصورش بشي يدافع الترجية ما ننجم شمشي يدافع الترجية لازم يلعب في بلوك يعني لازم يكون قريب للكاش وتفكت الكورة في ركوبراسون دولابال يلعب في ظهر المدافعين ويلعب في ظهر اللي عند الشابي بتلقبال شابي بتلقبال كيما قاد سيشي هيب معناها ما عنداش خيارات أخرى لازم تقول نعمل ريزلتات باية في العلي بش نضمن الرطور أقل الضغط علينا دونك الترجية التونسي لازم يستقل المساحات هذه ولازم يصبر كيما ترح بالوزداد ترجية برس 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 برهم بعد كي جيت الكو معناها كان في المستوى وكان معناها حازم في الماتش هذه وإن شاء الله الماتش كيما قلتك معناها الترجية التونسي يخرج فريق النجم الترجية كيما قلت أنا وهو سؤال كي يقول إنكاري إذا قلتك معناها هل يمشي باش يدافع والله الترجية خطر قليل وين باش يمشي معناها يدافع وخصان مع فريق في مستوى محترامنا فريق شباب اللقبية لكن يقعد دربي الحمز يقعد دربي وحبية يقعد تسعين دربي وإذا قال وإذا فني بصفة عامة وإلا الملعب شكرا النقاط التي متابعة البطولة الجزائرية تعرف الترجية التونسي مليح النقاط التي يجب يركز عليهم النبي المعلول واللي يترى الفني النقاط فما دو فليهم النقاط دجا معناها سو لبلون دفنسيف و سو لبلون فنسيف معنا في النقاط من ناحية الهجومية بالنسبة الترجية التونسي يجب يستغل المساحات في ظهر المدافعين في القبيل فريق يلعب 4-3-3 تقريبا عنده 4 لاعبين في الدفاع بطء كبير عندهم أظهر الثنين في بعض الأحيان يستغل في الهجوم من المشكلة هنا لم يفهم الإيكليب في بعض الأحيان نرى اللاعبين الأظهر في القبيل تقام الزوز تلعين هنا الترجية التونسي يجب أن يسغل الأطراف وهذه نقاط قوة الترجية التونسي خاصة على الأطراف مع الهوني مع البدري وبالحمودة في طلب الكرة في العمق في المقابل زادة الترجية يجب أن يحضروا من نقاط قوة الشاب بالقبيل وخاصة كرة ثابتة فريق يسجل على كرة ثابتة ونذكر مقابلته ضد الوديد زادة في تشامبنز ديج نحكي لك اللي كانت معناها على نادي الوديد لكن في الأخير ما كان يسجل هدف على كرة ثابتة وهذه من نقاط القوة متاع شابية القبيل في العكس في المقابل الحاجة اللي كانت من نقاط قوة الترجية هذه التونسي لكرة ثابتة السنية يظل ما شفناش الترجية في الفورما العادية متاعه في كرة ثابتة موش قاعد يصغل قاعد يتحصل على برشة روكنيات وبرشة مخالفات لكن موش قاعد يكون فعال عكس شبابة القبيل أنا في اعتقاد يروا مقابلة الكل يدور من ناحية ذهنية الترجية نعرفه بشي انتصري حابين انتصري في الجزائر بشي سهل على روح مقابلة العودة تفكير اللاعبين وإلا مسؤولين شبابة القبيل أن البطولة أولى من تفكير خطر لأن أي ملاعب وحنا مدربين وكنا ملاعبية ملاعبية تقولوا أنت في دور ربع النهائي بتاع بطولة معنا يقول لك لا والله تفكيري في البطولة ما تصورش أي ملاعب عنده طموح أن يكون موجود في الدور النصف النهائي وفي الدور النهائي وحتى المدرب بتعرف تقريبا نفس المشاكل عن يوفي بطولة وسين عن يوفي بطولة هذا مدرب الشبيب القبيل بعد ريقة وبعد عمراني هذا ملود مدرب كان وصل زادا بالدور النهائي مع شبيب اتحاد العاصمة وصل دور النهائي في 2015 لذلك ما تصورش عنده إمكانية سورتوا يعرف زادا نقاط القوام تاعوا على أرض مدين ومع الضغط الجماهير اللي دي ما يكون في صارح وشوفنا رو من أصعب الجماهير في القبيل من أصعب في الجزائر معناها فريق الوحيد الذين مع الرجال يفيد ثلاثة مقابلات عرضية ميدان لذلك هل يفيد عمل برش على مقابلة الذهب لأنها عندها أهمية كبيرة تسهل مقابلة العياب وتجواب بالنسبة لأنه في تفكير على 90 دقيقة في مباراة 3 سنبعة لذلك البلوز أمور بالنسبة الترجي أنه يكمل يمشي سيكون نفس التفكير نفس المنج خاصة لترانزيشون يكون ربيد ينتصر في الجزائر وتكون مقابلة القيام حمزة لا يمكن أن يمكن لأن يخلق المشاكل 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 لا لا يمكن المشاكل المشاكل مع أن يمكن المشاكل 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 السنين أنا من ناس المغتنع أنه المشاكل المشاكل النطر في الاتصال المشاكل أجزاء لكن في الصورة إنه نتصر مع تفريق الجزائري ناجم يعطيه شحنة إنه يرجع البطولة مهم برشا. نا وهذا هو هو اللي صار مع شابت القبيل في ديبيوت سيزورة وكان صعيب برشد. لانت لقى بتاع شابت القبيل في ديبيوت سيزور كان صعيب. لكن وفورة مزور ربحة المقابلات امتاحها بدأت خاصة بعد مقابلة الويداد. ما اللي بدأت مقابلة الويداد فاس على الويداد وتعرف انت المشاكل اللي صايرة بين بالاشقاء الجزاري والمغاربة. ده اعطت اوبلور اخرى بالنسبة لشابت. واحد. ما هي الخليت اتكمل تلزي في القيت مقابلات بالبطولة. واحد. اليوم جماهير التراجي معانت باش تتنقل بعداد غفيرة. اه جوز معانت بعجالة شاكل لانو باش نخرج وفاصل. اه معانت باش تنقل بعداد غفيرة والارقام اه تكاد تكون كبيرة معانتها معانتها الويداد. فما حكيت حاطة على ثمانية الاف عشرة الاف معانتها ينجموا يتنقلوا. اه. من جماهير التراجي وهذا منتظر خاصة بعد ديبلاسمان والاخرين. يكيد اه فما نقطة مهمة محكيوش عليها الاولاد هو ليزي ترانجي معانتها لحقيقة فاريق شبيب الميكرو يا شك. كتشوف الليست متعلي جوار متاعه تقريبا معانتوش ليزي ترانجي. واحد باركة محمد لامين من بوركينا فاسو حسما ذكروا باركة بنتو يعلي شكري فالفاز هذه. لا لا خطر مهمة بارشة النقطة معانتها اليوم معانتها غير مسموح الفاريق عام الانفستيسمان كما تراجيه دي تونسي وجيب ملاعبية معانتها من احسن مفاما القرى الافريقية ويعمل في انتدابات مع فاريق مع تقريبا كله من لعبين محاليين من الجزائر نقطة مهمة. ما تنساش العامل الماد ديره ويفرق كما احكي لك ما انا قال لك سي شي بكبير المشكل. لا لا انا نحكي على المادش هذا مش نحكي على تقييم. وعنده زوز من لعبائي اللي نعرفوه ممليح زادة من ردوان زردوم وبو حنشوش زوز من لعبائي اللي عاكم بطولة تونسي. في تونس و تزير يمكن نجي نهار ما عاشوش نخلته على الاجان. هذا موضوع اخي بش تحل موضوع كبير. في 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 تزير ما يخلطوش في تونس اكيد اللي قديم ما نخلطوه. طم برش حاجات خلينا نخلطوه في تونس. لكالي تي يشوف. لكالي تي غستا دي زيغي سامفوني. واضح. اشار جمهير التراجي لياضي تونسي تتحاول بعديد غفيرة اللي مساندة الفريق فريق التراجي في مباراة الربع النهائي. بالمناسبة مرة اخرى نتمنى الشفاء العاجل. الواحد من جمهير التراجي لتنقل في التنقل الاخير نحكيه على عبدو. وتعرض مع انت الاصابة. ومشاهد شكرا مراوخ للسلطة الجزائرية. شكرا مسؤولية الرجل هذه التونسي اللي واقفين معه الى حد هذه اللحظة عبدو الى حد الان مازال اه في ارجاع التونس ومازال يتعال الشرع يرجع اللاباس العائلته والاحبابه. شنخرجوا بفاصل صغير. نرجع ونحكيه على السي اس اس. السي اس اس مباراة قتل قطري في كاس الملك سلمان. حسن شعبان وحقيقة قربه من تولي رئاس الفريق. شكونوا حسن شعبان هذا الناس اللي ما تعرفوه هو مسؤول في السي اس اس حاليا. لكن التفاصيل الكل ناخدوه بعد شوية بعد الفاصل مع مراسل ايفان. فاصل وراجعينا. رجعنا لكم نحكيه على النادرياضي الاسفاقسي. النادرياضي السيقسي اللي تستناه مواجهة مع قطر القطري بعد نتيجة ايجابية مرة اخرى. يلزمنا نعطيه لكلي حقا لكلي معانتا. ذي حقا. ذي حقا حقا هاي ذي الكلمة في العربية ما ما نغلبكش بصراحة. شاكر. شاكر. كي حكينا على الجماهير الترجي والدي بلاسمون معانتا والمسانداز اذا اللي شفناه الفاستيفال اللي شفناه في الطيب المهيري النظام اللي شفناه من جماهير السي اس اس او سي شي هاب يعرف معانتا وعاش من معانتا دي مومون بهين السيقس وتعرف قيمة جماهير السي اس اس كي تكون حاضرة بعدها تغفيرها هكا بصراحة حاجة قبل ما مشو المناس اللي يفهم خلنا نحكي معاك على الكلمة كيفاش عيشت حتى ماكش على رأس نادرياضي السيقسي لكن من بعيد لكن كو مهم تربطك علاقات كبيرة نادرياضي السيقسي لا لا معانتا سفي بليزير انو هذا هو المتعودين ديما الكركاجات هذو ما والدخلات نعملوهم وقت تبدأ ماتش ديسيزيف وقت ابدأ الليكيب في اللابوجي امتاعها احنا شفنا درس من الولاد سي اس 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 جمور سي اس اس وقت الكلوب مقرش لكيب بلوس كالكيب سي الكلوب ان ديفوكولتين معاك هذيك امور شي فما غضب شوية على المسؤولين وفما غضب على النتائج غضب على النتائج الرياضية غضب على الامور المادية غضب على الدولة مش قاعد الله هيبش تعطي تيراها وللنفرانس ديكتور تعب برشا في سفيقس غضب معانتك اجتماعي موجود لكن لقنا صورة صورة جميلة جدا جدا خاصة ان هي تسوقت على قناة اجنبية في بطولة عربية هذه من شأنه انه يدغدغ شوية الناس اللي قادر تستثمر شوية في الرياضة لانه طو هذي ملف مش تحل كبير لكن بالنسبة لينا راه مش زيد مشاه وزيد عمر عمر مشاه وزيد جاه ورئيس وانتخابات وستاتيو وكل لا لا المشاكل في الاندية الكبيرة والاندية الاخرى راهوا اعمق من ايجاد رئيس راهي المشاكل على مستوى القوانين الرياضية والخوانين الهياكل الرياضية اللي هي بيش تحل افاق لتدعيم لتدعيم لي ايجاد موارد مادية للفرق هذيه اوكي اليوم القيناة جمهوره بتاع اسفاقس عمل فستفال كبير وانه ذا امبريسيونيه فما انتباع كبير عملوه لكن راه المشاكل اعمق من هذيه اللي تتخبط فيها اساس اس تخبط فيها اليتوال تخبط فيها كل مافريقا اه مجي من يقولوا الكلم اه امس في الايام مكنش نسمى فما مشاكل في الاسبرانس ام اوني بويد ايجاز تنسي رئيس النادي يخرج يقول رئيس النادي خرج وقالك فما مشاكل مادية معنات وراحب اي واحد عنده معانت حاجة انا جميع اطلية اضافة الترجل ادي تنسي هذي وضعيت مش دي كلوب هذي وضعيت بلاد بلاد كاملة معانت اتعاني من الاحكاة دي خانمشيوا مباشرة المراسل اي افام فارس الاحياني فارس مرحبا بيك شهر رمضانك مبروك اول خلينا نقولوا لقاء بينا بني وبينك في شهر رمضان اهلا وسلا بيك حمزة ومشاء الله رمضانك مبروك وعود طيب اخويا انا ورى العنطان دي جديد عايش بيه عايش بيه عايش بيه وتحياتي للضيوف واللكيب الكل تحياتي لك فارس فارس خلنا نحكيه شوي على سياسيس سياسيس تحول اليوم العاصمة القطرية الدوحة لمواجهة فريق قطر القطري في كاس واياب خلينا نقوله مباراة الاياب الدور الاقصائي الاول في مباراة الكاس الملك سلمان للاندية العربية البطلة حضوظ النادي رادي السفقسي التحذيرات لكوليس الجماهير كل شيء ناخده من عندك فارس با هيو نادي السفقسي قبيلة شوية يعني كما قلت كانت رحلة عادية بشيخوضها لنادي السفقسي في تجاه الدوحة من مطار تونس قرطاز الوافط كانت رئيسة حسين شعبير رئيس فرعا كرب القدم قطلي دحته سطرين باش نرجعوله الاسم ذاير وهو تقريبا سياسيس كومبليم معناه امشي تصمازون غيباتي ومعافظ الله العمري وحازم حاج حسن يعني تقريبا لو لا تكون موجودين على مستوى الإفكتيف بالنسبة يعني للمباراة لا اعتقد وانه نادي السفقسي سيجد صعوبة كبيرة يعني مع الفريق القطري نادي السفقسي مهوش في الأوجه متاعه لكن بالنظر معناه المردود الفريق القطري في الذهاب رغم ان ان السفقسي معمش مباراة به لكن قادر ان السفقسي صراحة قادر وانه اذا كان بش يلعب على الهجم المرتدة معانت مش متخوفش المباراة معانت كيمان مقابلت لكل سان كون سان كون ولكن ثم افضلية على ما اعتقد هو رأي شخصي والفنيين يمكن قادرة ثم افضلية لندي السفقسي فارس ما ناشي نابش نعطيه رأي شخصي لا انا لا انت لكن خلي ما انت خلي الفنيين خلي شهاب شكري ونعيم هما ليعطيه لا انا لا انت لا شكر نجم ونعطيه رأينا في الحكاية هذه لكن بصراحة معانت نادي السفقسي كما ينجم يجيب نتيجة ايجابية وهذا اللي انتمناه هالناس الكل وشارع الرياضي الكل وان شاء الله يا ربي معانت خطر في فوز الرياضي السفقسي وترشح الدار المقبل رأي فرحة مش للسفقسي يا بارك لتونس الكل لانه فريق تونسي فريق عنده تاريخه وعنده عراقته يمثل الكرد قدم التونسية في البطولة العربية هذه لكن خلينا نحكيه شوية اكثر على الشارع الرياضي على الكوليس لعبت بعد المباراة الذهاب اللي خاصا زادت تحكيه على مردود ما لقريه انه نتيجة معانت فما شكون اعتبرها ايجابية فما شكون اعتبرها سلبية تحكيه شوية زادت على مردود سيء كان للنادي السفقسي هو الجمهور خرج دي سيء محمدا بعد الماتش ذي مؤكد ما تحسن طفيف نجمو نقوله مقارنة بالفترة اللي قبل مع حسيم الفدري معناه حتى انتم حكيتوا تتاوى على الدخلة حتى يعني الربعة فاعة متاع الدخلة اللي عملها في بليك يمكن كانت افضل من المباراة فنية تكتبية ورياضية ايه مباراة كاملة الجمهور ما خرج شوحانا ذي مؤكد بعد الماتش بتاع فريق القطر القطري لكن معناها فما دي ديما بالنسبة للجماهير حسب الشارع الرياضي فما ديما التفاعل وحسيم الفاقسي بيش يكون افضل في مباراة الايهر باعتبارانه حسيم الفدري معناه الخطاب اللي قاله انه نفساني نفسي عمد يجاهدين فما بجانب نفسي بعد يخدم عليه المدرب المصري ان شاء الله نشوفوا هذي يا سبتيران ان شاء الله نهارة ليلة ونشوفوا مباراة كبيرة للنادي السفقسي هنرجع شوي للإسم اللي قد لك حط عليه تحت السطرين لانه الاسم ذايا قاعد يدور برشا ولي نحكي عنه سان شعبان ولي هو الرئيس الجديد معنات ما تروح بقوة الاسم ذايا لباش يكون الرئيس المستقبلي لنادي رياضي السفقسي معنات شنوه لكلية شنوه لصاير ما مدى صحة هذا الكلام شوف حمزي هو بالنسبة لموضوع رئاسة الفائق بلاخ الضرع عن هاي التسييرين عرخول بلاخ الضرع ربع عبريل تم تحديد موعد للجلسة الانتخابية لرئاسة وعضوية الجلسة هذه بشكون نهارة جمعة خمسمة نحطوا آخر جل لتقديم التشفحات هو نهار 19 أبريل معنا من هولئة 19 أبريل بش نعرفوا فمه قائمة بش تترشح فمه رئيس نيب رئيسه اللي هي من إمام سبعة كما نعرفه بالقانون وماكسيموم بش تكون هي على رأس هذا اللي يحكي مواطن عادي ومستماع عادي انت غادي عطينا عطينا فير اسمي سيلش عطينا نصور عندك برشة معلومات نعرف اللي عندك برشة معلومات بشكون رئيس القدم لنادي في ضل هالعظوم على رئاسة النوادي اللي تعيشوا أغلب في راق تونس الشرع الرياضي في السفاق يحكي ان شعبان هو يعني بش يكون كرئيس مرتقب لكن نعطيك العوامل اللي تخلي لكن هاي حاشت باللكن هاي شعبان اولها انه حسن شعبان يحظى بدعم يعني احد اكبر الممولين لفريق نادي السفاقسي اللي هو شعباه المخلوفي اللي ترطو بيه علاقة مصاهرة كي ما يعرفون اسكل هو فهره هذه الحاجة touched unto وهabb المصاندة من الهيئة العليا للدعم اللي يعتبر من اهم هياكل رياضية فاندي اسفاقسي في الهيكل في استروكتور متاع الفريق الهيئة العليا للدعم اللي يترأسها المخلوفي الدجاء للدعم اللي يحظى دي حسن شعبان من الهيئة العليا للدعم المصاندة هذه تخليه زادة حضوض واثرة وانه يكون هو الرئيس المرتقب كذلك دعم هايكل سوسيوس في استروكتور في مهيكل كبير فاندي السفاقسي وهيكل السوسيوتي اللي هو منوثن دين الحسين شعبان المؤشر في الحمزة اللي هو صفقة حسين البدري وعقد حسين البدري بعام ونصف والتفاوض الفيزا بي كان حسين شعبان يعني حسين شعبان هو اللي كفام مع حسين بدري على عام ونصف على فترة يعني هم قاله أنا الفيزا بي يعني حسين بدري كفام مع حسين شعبي واخر حاجة هو انك معناها تلقى رأيس لفريق في حجم النبي السيقسي جميل حمل ضغوطات المدية والرياضية هذا بيدو انجاز في الوضع الراهن هذية وقناعة رفخة عند العديد من الأحبة نعطيك رقم حكي عليه سي محمد ترابلسي رئيس الهيئات السرية قال انه سياسيس يلهموا من هنا للشهرين هذوما دو مليار توانسة في الشهرين هذوما بشي كامل السيزون يعني ويا فيه بارتزامات المادية بأشكالها وأنوحها يعني يشوف حجم الضغوطات المالية بانك احنا من هون الخمسة ما يبش نعرف اسم الرئيس والقايمة متاعه هل سيكون حسين شعبين بنسبة كبيرة حسب العوام اللي حكينا فيها وحسب الكواليس سيكون حسين شعبين ام اسم اخر ام ستبقت فيها من هون للفترة القادمة تونعرفو حمد واضح الفترة القادمة ممكن بش جيب معها المعلومات الكل ولامار جريم مع انت مصادرنا تقول انه هو الاقرب وبنسبة كبيرة شيك نعم والاكيد مع انت انت اب المصادر مع انت لا مش عربي سنجرية متاعزة سبور ماكس لا لا العفو مع انت ما قرنش روحنا بعربي سنجرية علش قرنش روح رجل يدور ويعكل رجل المرح يدور ويعكل هو خبرة في الدور ويعكل احنا بعيدين على الشي هذين عندو حق الرد عندو اكتشاف عربي سنجرية حقيقة صديقنا عربي والحقيقة ابدع في الشي اللي يعمل فيه لكن هو برا اللي يبدع راجل برشا لا لا من عزمة تعرف عربي انا صديق واسمع داروا بجنب هو جاروا في حنبات بالضبط داروا بجنب القناة مع تقبل يدخلوا يخرج معنا وندخلوا وتقابلوا كل يوم نشربوا قهوة بريتيك مونت قابلوا في القهوة لا علينا في الاشهار بتاع اسم القهوة قهوة شعبية لما حال تسحق ولكن تحية ليها عربية وصلتوا منها ونتبعوا فيه ومشاء الله عليها بالحق نرجع للموضوعنا حمزة معتها 19 أفريل هو اخر موعد لتقديم القائمات المترشحة للنادي رادي اسفيا قسي الثابت والاكيد ان حسين شعبين بشيكون واحد من القائمات هل بشيكون واحده قائمة وحيدة وإلا فما قائمة اخرى هذا السؤال ولكن حسين شعبين تقريبا معناتها حتى للناس اللي يسمعوا فينا هو الذي يقرر في أمر نادي رادي اسفيا قسي من فترة مش منتوى معناتها هو الرئيس الفعلي لنادي رادي اسفيا قسي ما احتراماتنا لسي محمد ترابلسي اللي هو معناتها رئيس الهيئة التسيرية ما في كل القرارات الفنية في كل القرارات متع دفع الأموال في قرارات متع الأمور التنظيمية في الأمور التنقلية كلهم حسين شعبان وسيشيها بيعرف الشخص هو من أكثر اللي يقفو بكل التفاصيل على والكلمة الأخرى خلينا نقوله وترجع له له وبالتالي هذه معناتها حسب الأكيد معناتها تنزيدوها للمعلومات اللي قادمنا تحيك بالمستمع وصاحبي ونطفي يقولي حسين شعبان ونسيب مولا السياسيس معناتها هذا التعبير الصحيح معناتها يجي معناتها حتى عنده قرابة عائلية مع صهر اللي هو معناتها كما قلنا معناتها يملك نادر يدي اسفاقسي معناتها يملكه بالاسم معناتها برشا جمعيات متسمي على رؤساء أخرين وبالتالي علش لاي أنا معناتها في عود يقعد حسين شعبان يخدم في الكواليس ولا يقعد بعيد على المسؤولية معناتها أول مسؤول على نادر يدي اسفاقسي علش لاي نلقاه حسين شعبان يعطي قائمة ويترشح وماذا بنا يتحمل المسؤولية كما تحملوها غيره ولكن مش بالطريقة متع التسيير متع الهيئة السابقة حتكون الأمور واضحة مع احتراماتنا سيمون صفخ ماخم اللي تعدى في فترة من فترات وشدة نادر يدي اسفاقسي مش بالطريقة متع الهيئة التسييرية الحالية يلزم تفكير آخر في نادر يدي اسفاقسي يلزم رؤية أخرى لنادر يدي اسفاقسي يعرف أكثر واحد ربما حسين شعبان يعرف الظروف المالية الصعيبة بالتفاصيل متع تفاصيلها في نادر يدي اسفاقسي يعرف لي عنده مشروع وإلا ملف أول اللي هو دحمان نجمه يسكره لأنه صار مطلب جماهيري ودحمان أكيد من أولويات الهيئة متعناد رياضي سفيقسي ولكن بأي إمكانيات حسين شعبان عنده الإمكانيات إذا مش هو سهره إذا مش سهره عنده علاقات عنده دي سبونسور مطلوب برشا أنه يحل ملفات لأنه جاءت هيئة في النجمة الساحلي حتى ما نعملوش مقارنة ولكن حتى نقربوا الصورة جاءت هيئة في النجمة الساحلي نجمة تحل بعض الملفات اليوم راهوا قادر على أنك تنجمة تحل بعض الملفات في الندي سفيقسي بشرط أنه الشرط الوحيد أنه يكون عندك برشا فلوس برشا فلوس نعرف شنقول برشا فلوس ما هيش أمورهم بتاعة 100 مليار و2 و3 و15 و15 دوم برشا فلوس مطالبين المسؤولين بش يوفره وحده ماينجمش أكيد ولكن إذا كان عنده الدعم بتاع السوسيوس إذا عنده الدعم بتاع جماهير ندي سفيقسي دعم تعتبرات النادي سفيقسي هيئة الدعم نتصور انه حسين شعبان ينجم يكون احسن بروفيل للسي اس اس في الفترة هذه بحكم قربك تعرف الشياب الليلي تعرف مع انت الشخص نتصور مع انت هل مع انت ينجم يكون هو رجل المرحلة ينجم يكون مع انت المرحلة الجاية هل تكون كما مع انت كما شيكر قال زادا الامور المادية والمال قوام العمال اليوم يلزم تكون عندك برشة فلوس بس سير جمعية في قيمة النادي النادي سفيقسي اللي تلعب على عدة وجهات اتبر الواجهة المحلية انا يتوقع ما عرفت ليه كشخص حسين سي لوم كريديبل وذي ستريزا تطور مع انت تقولوا احنا بلغة الكوارجية كلام توشيك او لو نوشيك ما شعندو قيمة وفي تورس تبقى اللي انا الراه مش بحكم قربي النادي سفيقسي او المدينة سفيقس لكن مع انت جيش تحس ملاحظة انه فما بيزاج قاعد يتغير في النادي سفيقسي النادي سفيقسي اللي كان فيه بطفيا عبد الناظر سلاح الزحاف مصف السلامي بسام لوكيل يعني البيزاج قاعد يتبدل اش يرجع حسين لانه حسين رأو اشتغل قبل في فترة فترة ما اشتغل وكان مؤثر وكان قريب برشا رئيس فرع كورت قدم مش شوية كان دي مقريب لنادي سفيقسي سواء معنوية ومدينة صحيح طوى صحيح معنوية ومدينة يعني كان من المدعمين الكبار للسي اس اس مع انت حسين وكان قريب وحسب ما نعرف وحسب ما يعرفوه برشا مع انت اصدقاء حتى من نادري سفيقسي كان مع انت في كل ما تصير اشكال كبير من اول عبادي لقاو واقف ما انت في الصف الاول حسنا شامل طوى في الوقت هذا المصداقية متاع المسؤول مهمة كثير لكن اكثر من المصداقية المصداقية شنية هي قوامها 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 الماق فلوس لذلك الهنا رجعت نادري سفيقسي بشكل اخر اللي كانت عليه قبل اللي هو فهم لجنة الدعم ولجنة الدعم هذيك قدامها وهي تفوض رئيس والرئيس هذيك يكون رئيس تنفيذي وفهم مورا لجنة دعم لجنة الدعم هذي هذي تقوم بتمويل اللي يزمو يصير على مستوى النادي لذلك انا اللي سماها قبل شو اسمو فارس وهو يدعم رئيس لجنة الدعم اللي سميته انت مولاناتي سفيقسي اي اذا اذا مشانا ienen يعني اذو هي لجنة الدعم هي اهم شي لانه اللي هي تتähلها بالامور المادية بمصادر التمويلا النادي ويبقى ويابقى ويبقى قيد ديوبهم اللجنة الدعم اليوم نعطيه كل فلوس خاطر راذينا عليك هيا ما نراشي هوا بنا عنا مش نارقوا عدونا عاوم ديما فيك هيا ما عنا هاتل أستاذ المستمعين اللي تحقوا مع انت فينا الآن طيو شهاب الليلة من قبيل يحكينا قالك اليوم يلزم قانون هايك رياضية يتطبق يتفاعل لأنه باش لا عاد لذي ما نحبه ولا نكره هي دي سي لا هي مع ما عنا مش ملايزي بنا شوفه حمزة، أنا الفكر اللي حبيت تقولها انه فيما جمعيات يكون الرئيس هو الحاكم بأمره، جمعيات هذي هي اللي تنجح، كما في الترجل يذي التونسي، حمدي المدب هو اللي يدفع الفلوس وهو اللي يقرر، كما مثلا في برشة جمعيات أخرى، هو اللي يدفع، السليم الرياحي في وقت ملوقات، يدفع الفلوس هو اللي يقرر، مثلا جمعيات كما سليمان، كان وليد جلد، ربي يخف عليه، يدفع الفلوس يجيب الفلوس هو اللي يقرر، اليوم انك انتي تجي لنادي اسفاقسي وإلى النجمة الساحلي، رئيس محتوت باش ينفت، وما عندوش الفلوس الكافية، مش هو باش يقرر، باش يقرر في بلاسه، ووقتها باش يقعد الفريق، محل تنزع على المستوى الرياضي، النتيج مش تتبع، أنا حب يجيب مدرب هذا، الأخر يحب يجيب مدرب الأخر، الأخر مش راضي على شكر، ولهنية فما هنا المشكلة الكبيرة اللي حبيت تقول عليه، شكر، زاد الهنية، را وقت اللي يبدأ فما توافق بنيتهم، طو باركزمبل في الكام تاع حسين، سلو كي يشوزي الانترناء، وجيب مهجوم، وجيب، وجيب، ليطا فما توافق بني وبين كنت كالسر الدعم, وانا كالرئيس، لأن فما ناس»,ätteسان، الله سيقولون لك، اللي اشترك، انbres انتieties كان ن fibre فما ناس في رؤيا الحسين، أsix ان نكون هناك في رجاج غير غير قد نري réussز والديgasp، والثلث يمكنه مسؤوله اعام lastingnothing البروخيم، ونотри اول ما قلت شاكر انت داخل انتاك قلت اسكيو باش تتقدم قايمة واحدة والا اثنين نحن البرزيدن ما عاش نقاوه في تونس احنا الوفاة باش نقاوه انسان نوع وتدعموا لاش انت الدعم هذيه انا نظن انو حسين شعبين باش يكون واحده اعطيني بربي جمعية وبحدة اقاتل بليش بريزيدنسي شيب يقولوا وراهم عادهم موجود موجود انا حاجوبوا موجود انا فما جمعيات البرزيدنسورة ايه ام من ما وجودين فما رائيس شو فما رائيس يحب يمشي الجمعية بش يعمل السياسة ورائس يمشي الجمعية بش يتعرف شورائيس يمشي الجمعية بش يولي اتخmis غلي اذا وضعت login Deutschland عام الجمعي بلش رئيس ! أليس انتظر الشمعي بلش رئيس ! ولي يحكم تكابتين وكاب كيرو موجودين تكابتين وكاب قاعدين ينتظروا قاعدين ينتظروا تسيبري لكنو البروفيل دي بريزيدان اللي نحكى عليه أنا ساكور بل رو ما عش رقاف حكيت قبل أنا على المسؤولين اليوم وعلى بارم للرؤساء مع أنت على المسؤولين اليوم لا علاقة بالكورة واليوم تسير واليوم هم المسؤولين الذين يعملوا في المشاكل مع أنت ذا يدبار ومعندك تحكي لي أنت رئيس مع احتراماتنا للناس كل خلي ما نحبش أن نحكي برشة باش ما نمسش من برشة يلا شكري زاليني هنا ديما نمشي مع الفكرة شوف أنه أنه كل واحد عنده اختصاص نحكيه واحنا هنا طوع اللو كام هل رئيس الجماعية اختصاص لا 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 نرجع معك خطر هنا نحكيه والولاد ماعني الحاجة شواء بتاع الانترنير شواء بتاع الانترنير زادة ما وجي ترجع تشوف في الترجع شوية بتوالي تلقى شكول يختار جاكو باتش حسين شعبي شكولي حط شاسمه كل هو نشواء الكل متاعه شكول بشخوف لا لا شكول بشخوف لا لا قلتك شكولي حط نسب وجل بال كيف كيف ما هو حسين شعبي لا 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 نحكي 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 واحدنا على السياس اس خاطر فهمة سيفريه هو يحظى معناها بمصداقية ويحظى بثيقة الداعي من النادي رياضي سفيقسي لكن زادة في الي شواء متاعه الى فيدي موفي شواء برفا الى فيدي موفي شواء الى حد الان صحيح انت اجاب مدرب معناها اجنبي اسم كبير لنادي رياضي سفيقسي لازم لكن على بروجي متاع عام ونصي نجم يكون البروجي ناجحكي من نجم يفشي الزادة في الاختيارات انت مدرب هو انا مانيش مش ندخل في الدتايل لانه انا مع انت صحفي واحد لكن انتم فنيين اليوم هل قاعدين انطبقوا في الجامعيات كلك سواء الكبرى ولا الصغرى ولا كما يحبوا يسميهم فهمة مدير رياضي هو اللي حاسب هي قادة تتبق في تونس شايب ليلي هك دربت في تونس قادة تتبق ماش قادة تتبق نحي موش مدير رياضي بركة ياخي رو موش رئيس النادي هو اللي لازم يعمل كل شيء واحده رو تحكي نال قوة رئيس النادي ومعه لا ومعه اعضاء زادة حتى الاعضاء اللي معاه اللي فما منيموم تعال الناس تفهم كورة فما منيموم تعباد تعرف تختار له بروفيل اديال متاع المدرب ومبعد تواجيه انت دي جا رميت للكورة ومعه توجيه الملعبية توجيه لدعم المادي توجيه في الباقي انت رميت للكورة تولي هنو باش نحكيه عالمدربين عش نخرجه بفاصل صغير نرجع ونحكيه عالمدربين اليوم زوز جمعيات في تونس برك نعاود نقولها انو ما استحفظوا عالمدربين بتاهم اللي هما الاتحاد المنسيري والتراجر يدي لتونسي الباقي فما جمعيات عملت ستة مدربين فما جمعيات عملت اربعة مدربين زوز ولا ثلاثة جمعيات فما شكون عمل خمسة مدربين هذا ما تحكيلي على استراتيجية وتحكيلي دماج يلا فاصل وراجعين نحكيه عالش اي ذا ومن انتم مدربين باش تحكيه في النقطة هذي فاصل وراجعين غاستي برانشين الناس كل عليه فهم حل راديو انتو ما تسمو في سبور ماكس مع حمزة المغيربي على ايفم احلى راديو واضح نحكيه على المدربين المدربين من انتم مادش نحكيه على استراتيجي متافريق كيف يجي اليوم من تقولك نحكيه على استراتيجي ونحكيه على ماانت ونعنش قلو بروجيه على انترم ونحكيه على عمين مع انت خطراني الصدقني عندي صديق مرة مدرب لعلينا في ذكر الاسمين تحكي معاه على بروجيه بعامين ووراني حتى المساجات وواحد كل شيء يخشاد زوز مقابلتين ودرجين مع انت معاش نحكيه على العمين ونحكيه على بروجيه ونحكيه وانا بصراحة مع انت هي اور پارانتاز وانتر قيميه واللي تحبوا انتم وتعرفوني الولاد لنا مع انت أنا؟ حسام البدري كيف جاء قار راو برو جي وتفهمت مع المسؤولين متاع السياسيس انا اضحكت ما فهمش ما فهمش ما نعرش انا مع انت دي ما كيف يقبيل ولا يخدم مع الملاعبين على الجانب الذهني مع ان ايه مدرب ما عرش يخدم الجانب الذهني الملاعبين يلا كوتش اليوم 16 فريق 14 منهم غيروا المدربين فما مستقبل سليمان 6 مدربين وذي مع انت الارتكل مع انت تحية لاصدقائنا مع انت جارية الصباح كما قلنا سليمان 6 مدربين هلالشابة 4 مدربين الساساس 5 مدربين الفريق يزوز مدربين زوز باجة 3 ومع انت اليوم زاداولونا باجة يزوز الكل تقريبا من زارت 4 متلويش زوز 6 و 6 زوز رجيش 3 زوز خمسة وعشرين هاي مزل مزل شفناها في التراجي في الاتحاد المنسيري وهنا لنا نتيجة وهنا لنا نتيجة اليوم التراجي مع انت ماشي في الطريق الصحيح معنا بالمعلول كيف كيف مدرب الاتحاد المنسيري مع الاتحاد المنسيري كيف مدرب الاتحاد المنسيري كيف مدرب الاتحاد المنسيري او الاتحاد المنسيري اليوم يجب الروساء الجمعيات والذي يقوم السباح هو يقولك انا نحكم انا نصرف انا نحكم يجب يعرفوها لحكاية دي كوتش فما الاشكال الكبير برشا يجب يعرفوه شاك انا نحكم المعلومة فيها السيخة اللي هو قانون فما انا قانون يجب ان نعملوه بشي يتطبق او الاتحاد المنسيري فما قانون ته في الجامعة التنسية كنت قدمة يقولك ما أعطيك كنت رواء لسانس تكنيك وفما قانون اخر ما أعطيك اللسانس تكنيكي جديدة الا ما تخلص او مخلصة مع المدرب اللي اخرج هل يقع تطبيق هذا او ما يقعش لا عليش هذك عليش قاعدين نبدلو في المدربين لانه آليات انتداب المدربين سهلة برشا ولا تجتابل نتكلم على روح يرى ننفذ معدن مثل المدربين سفي مالو كوخ وقت نشوف ولا نقول كلمة ولي مالو رزمو كي تخرج البارة تلقى قدرك خير من تونس برشا مع انت بالضبط الاشكال الاشكال انه فاما كل ما قال قبيلة شاكر انه ما فاماش الاوتونومي فنانسيار مثل المدربين هذك الاستقلالية استقلالية هكذا متعل الرئيس على المستوى المادي واحد اثنين دايورة المسقلين مادين الرؤساء هتري ما يبدلوش المدربين بتاح اذا كلمة مش تفهم معناتها جنرال مور تعدى عام عام ونص بعد يعمل معتها غير مدرب الاتونومي فنانسيار عند القيمة اثنين هل هذا هو الاشكال كما قال قبيلة شكري قال كيف يكو الرئيس يمكن ينفرد بكل شيء هو يختار المدرب هو يقيم المدرب ادوات التقييم كيف نتكلم على شامبيوناز تلعب كنز ماتش وانا كاتورز ماتش بين غتوخ المارج المارج يضعف وقت المارج تضعف الريس يكسر ماتش بالنسبة اليوم يقع روح هم بد تبلو روح ماتش يقع روح لون الستريكتور التعليم من المآخذ متاعنا على الستريكتور التعليم هيكلة البطولة متاعنا هو نمس من قيمة المدرب التونسي بال الستريكتور هذي فما تليس فما محاجة مهم المدربين تداخل الاراء على مستوى التواصل الاجتماعي اللي قاعدة تأثر وهنا تأثير المتاحة لا لا خلوصلك جمهور ومدربين اليوم في تونس نسمي لك حتى كل واحد قداش عنده منباز بالضبط عليش فما حاجة مهمة برشا قداش عندك منباز زادة مدربين وهكو دائما يقول زادة معنا عنا كل فازة المدربين تحفظ لبعض زادة فريق خمزة فما فريق دربته واحد من المحبين القراب كيكملت وخرجت قال لي كوتش قدت نعم قال لي ملو غزمو ما عندك حتى باجورك تحكي عن نجمة ساحلي ساحلي لكي نفهمك لا لكي نفهمك لا ما هو فهم فهم حاجات مهمة برشا طول يحطك جون مش كيمة انتي تمشي حطك بريزيدان خلت وقت يحطك بريزيدان عياتك فماش كوميسيون اهم الكوميسيون لجون يقول وقت يحطك مش حط معك زملائبية صحيح وقت انتي يحطك بريزيدان يقول يجي رانيني معانت الاخر يمكن يفرق لجون 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 ماذا يعمل فهم ديباش ديريجي بار ماذا كل واحد عنده مصلحة مدرب عنده مصلحة يعمل ديباش محب عنده مصلحة بش يأثر على القرار يعمل ديباش نعطيك من وصلت كوتش معانت اليوم اذا قلنا حتى المدربين اليوم يقفر الجمهور يدوم ويقفر البجتة يدوم اما انت مجمهور بار فما مدرب تونسي ونقول على مسؤوليتي اللي مني بش تسمي اما نعرفوها لحكاية لكم مدرب تونسي يدرب خارج حدود الوطن جاتوا اوفر من فريق تونس يسمعوا فيها باش باش يقربوها لحكاية وشي قرب جاتوا من تونس مدرب تونسي اخر يكلم الرئيس جمعية متاع الفريق قلو رد بالك رو بش يورب علي وعد كل شي صارتلو مشكلة الشخصة المدربة ذا البر يقول كلبا للميليش او يعملنا كويس او تحب سميق اسم مدرب الاخر وخلي توا مدري يرمو عمال بوز بغداجة عش اخر اي كلمة اللحظة مع انت اليوم نوصل ان ان مدربين تتحط بالباجت مع انت اليوم مدرب يقرأ ودفورماسيان وواحد يجي جمهور واحد ولا واحد عنده فلوس هو اللي يحط يقول ما نجي نعطيك فلوس لما تخط المدرب ولنحية العكس ما لرزمو نحكيو على بروجي انو بروجي شوف كل البروجي وقع افراخ انو بروجي انو بروجي كنوصل لنا مثال نشوف تو انت حاضر معنا معنا نشوف اشياب اللي عمل معنا دي الفريقي ومبعد سمحني تخرج من باب صغير شوف محمد المكاشر عمل وعندي اخرج من باب صغير نحكيلك نحكيلك انا اخوة تخرج وتخرج ارتيح اخوة 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 تحكي فيه مش كيف مش كيف سمعنا يا حمزة تحسب لعلك شوية ولا ولا جمعية ولا ولا كيف لوس وكما قالك توتي عند القانون انتي لسانس تكنيك ما تنحي انتي مدرب الا ما تخلص مدرب واحد اخر دي هاو مش بعيد هاو بجنبنا هنا من نشوش للسعودية هاي المغرب ناحي مدرب اخوة المدرب اللي تنحي ما عايش عنده الحق يريني في نفس القسم هدا في سعر قليستة متاع لسانترونير لسانترونير يبدو يخدم اليوم هنا جي غدوة جمعية اخرى مخير موضوع هذا هذا وانتي زاد مستحقات المدربين بيانسور وكيما قلنا رو المشكل الكبير تاو 36 مدرب رافي بطولة وشنون وذا درجة قوية معناها 36 مدرب لوا الحاج اللي تباهت رشكري يتنحي مدرب مثلا قل نحس شيهاب من سفيقص يمشي لليتوال معتها خايف في سفيقص باي في لتوال وساعات نفس رئيس الجمعية ينحي مدرب وبعد يرجع فيما صار في بن زرت مثلا جمعية بيدة تنحي حدوس وبعد رجعوا الحدوس طوك رؤسي الجمعية روزادة روياسر مسكين بالقرار ويخذ في قرارات وحدهم سعيد بالميام مشكل في رؤسي الجمعية يبدو الختام ده همنا برش الوقت مزانا نحكي وشكرا جزيلا على قبول الدعوة ديما مشرفني ومناورني في حضورك تخضل الإضافتك مصلاحة لوليد شكر شكري ونعيم بش نعيم خليتكلم تابع وفي من المغرب صفحة مصاوي بخير اسماعيل اللي مصاوي بخير ديما تابع فيكم سلام عليكم نسكن مصاوي بيضادة مشيبو بيانتون إن شاء الله إن شاء الله بي أنا في الختام هو أمين ما تغشيش عن المخرج ديما ردت أمين نفرح بي أشكر أمين توتشوب أحسر واحد أمين أمين أسرا وعز أخو راب يفضل تحية كبيرة للناس اللي صار مع أنت العبد من العبادة اللي صار على نجاح البرنامج عبير اللي تتواجه الأمها وتقول لها ما نش بسمي هي شنو تعيط أمها لأنه مع أنت بصراحة معنا أصحاب يا أمها تقول لها كل عام ونت حي بخير ربي فضلك ليا كل عام بخير عبنا تهيب ورب ربي فضلها إن شاء الله ونجمة إن شاء الله عيد ميلاد سعيد إن شاء الله عمر مديد إن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى وإن شاء الله الكلمة اللي ندي ما تفاهمين عليها أنا وعبي إن شاء الله في حاجة غالية زاد كيف كيف صديقي سيف الدين نواجه له تحية كبيرة ودديكاس سبيسيال السيف صديقي وصديقة يا فهم تحية يلا زاد درياد البعزيزي كبت الفريق فريق القومي التونسي عيد ميلاد اليوم إن شاء الله كل عام وحيب خي إن شاء الله كل عام والناس الكل اللي مولودين في اللوقات هذه نقولهم حيب خير أنا موعد نغود من 4 على الستة بي بي